اشتركوا في القناة وقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكذلك ما رواه ابن ماجا في سننه وأحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة يقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه شرح الحديث أظهر من هذين الحديثين أن المراد حافظ القرآن الذي كان يعمل به في الدنيا أن يعمل بما فيه لاحظوا أحبة هذا الحديث والأحاديث الذي سبقت هذا الحديث كيف أنه يركز على من يعملون بالقرآن يعمل بما فيه يمتثل أوامره يجتنب نواهي قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على شرح الحديث الأول ويوخذ من هذا الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له وعلى هذا فمن يرغب في هذا الخير الكثير والعطاء الذي ما بعده عطاء فعليه أن يحفظ القرآن الكريم ويجوده والله تعالى أعلى وأعلم يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي فالقرآن شفيعا لمن كان عاملا به متمسكا بآدابه مهتديا بهديه وعليه فإن أسعد الناس حظا بهذا الفضل وعلو الدرجة من قرأ القرآن فوعاه وصدقه والتزمه من كل فؤاده فهذا من أحظ الناس بالقرآن وأما إن كان الإنسان حافظا للقرآن لاهيا عن العمل به فإن حفظه لا ينفعه بل هو وبال عليه وشقاء وعناء والعياذ بالله فمن أراد أن يصيب الحظ في هذه الدرجات العالية فعليه أن يلتزم بحدود القرآن وأن يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا وعلموا أن أعظم الناس أجرا في قراءة القرآن هو الذي قرأه وجمع بين خصلتين الإخلاص لوجه الله تعالى في قراءته تفهم معانيه وتدبره والتأثر بتلك المعاني التي فهمها وتدبرها والله تعالى أعلى وأعلم قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله يقال أي عند دخول الجنة لمن؟ لصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به لا من يقرأه ولا يعمل به اقرأ وارتق أي إلى درجات الجنة أو مراتب القرب ورتل أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة كما كنت ترتل أي في قراءتك في الدنيا يأخذ من الحديث حبتي في الله أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له انتهى بتصرف يسير من عون المعبود شرح سنن أبي داود الكلام على أن المقصود بالفضل الوارد في الحديث السابق إنما هو لحافظ القرآن العامل بما فيه يقول الشيخ محمد صالح المنجد الحديث السابق في فضل صاحب القرآن لا يعني أن من لم يحفظ القرآن سيكون في أقل درجات الجنة منزلة بل الحديث يدل على فضل خاص لعمل خاص من الأعمال ولا يدل على أن درجات العالية لا ينالها إلا من حفظ القرآن أو قرأه فأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يكونوا حفاظا لكتاب الله حفظ القرآن والترتيل يعني حفظ القراءة والترتيل عفوا وإن كانوا حفاظا للعمل به فمن فاته هذا الأجر الخاص والفضيل الخاص كان بإمكاني أن يجتهد فيما يسره الله من الفضائل صلاة تهجد قيام زكاة صدقة صوم بالهواجر ملازمة لذكر الله قضى حوائج الناس أو ما شاء الله من أبواب الخير والهدى روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وروا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك منرباط هذه بعض أبواب الخير أنا ذكرتها وكما ذكرها الشيخ محمد صالح حتى تعرفوا بأنه هناك أبواب كثيرة للخير والهدى بإذن الله عز وجل وبارك الله فيكم أحبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة لا تنسوا أحبتي في الله الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة